نعم هي قد تحدث هناك بعض الإشكالات وأقدم الوفد العراقي لاعتذار ومشت الأمور لكن أنت ما فعلت كإعلامي بعد ذلك من خلال التصوير هو الوفد الكويت يتعرض للسرقة هو ما أعرف إيش أظهرت بطريقة بصراحة وكأنها هي جتك فرصة من أجل أن تثير هكذا أمور صار خلل نعم صار خلل ونحن نعترف ذي وهذا الخلل ممكن يحدث في أي مكان لكن أنت استمريت بطريقة غريبة عجيبة ظليت يعني رحت على هذا طار بيه بموس الدجداشة وباقيين لفلوس أدري شون ضربوا بموسة شون يعني هذا اللي سواها يعني بينه أحيانا يعني الأمور الأكشن بالإعلام مول في هالطريقة هاي نريد أن نصير ترين بس ما نصير به هاي الطريقة يعني أنت الطريقة اللي اليوم تحدثت بيها أنت شخصك أنا ما تحدث عن الإعلام الكويتي بلعكث هناك الكثير من الإعلامي الكويتين شكروا العراق وشكروا بالحفل الابتتاح لكن أنت استمريت بطريقة وكأنها تريد يثير تريد يسوي أكشن على حساب سمعة بلد وعلى حساب سمعة البصر ومتطلع والله إحنا انسرقنا وباقينا وانضربنا موس وما عرف إيش بالدجداشة وطلعته الدجداشة وشو مفتوق المالتها أدري يعني هذه الأمور إنت ببطولة مثل هذه بطولة تيجي تحشيل السوالف يعني خلينا نشوف فجر السعي جاهزة أوكي اليوم حتى الإعلامية الكويتية المعروفة فجر السعي تحدثت عن هذا الموضوع وأيضا في تغريدات كبيرة فقدت توازنه طبعا تتحدث عن المباراة قال فقدت توازنه الأزرق والخسارة يتحملها هاشتاك الزعول والوفد الذي تهاوش على خمسين غرفة وبو شعر المستفز تصرفاتهم وتصريحاتهم أثرت على معنويات اللاعبين علما بأن هذا الفريق الشاب الأزرق مبشر بالخير إذا الله سبحانه وتعالى رزقهم في إدارة جيدة هي انتقدت الوفد الكويتي بتعاملة مع هذا الموضوع كابترا في الصح وأنا أعرفكم بتفنيين ما تحبون ممكن تدخلون بهذه التفاصيل لكن أنت شفت التفاصيل أنت شنوا رأيك شون قرأت الموضوع لا أتمن حقك تردعي للإعلامي لأنه برا لكن أنا رديت على البيان الرسمي اللي هو بيان استياء نعم بيان استياء وطلبة من الأخوة والحقيقة يمكنهم حتى بدون موقضية طلبة أنه نتعامل مع الموضوع هذا بمسؤولية ومن حقهم يعتبون علينا وهم أخواننا واللي صار مع الوفد الرسمي شيء غير مقبول غير مقبول نعم نتفقل نحن نقوم العراقيين وأكو مسؤول حتى رأي استحاد كرة قدم وزير شباب إذا أكو مسؤولي كبار ما يقدر يتركون أماكن هو يترك مكاننا على عنه وعلى رأسنا لكن في البيان كان في بعض الأمور اللي تخص الأمن نعم هاي مو حقيقة وإحنا نخافون نحن في سلامة بحثة في أمان وكأنه راحي منطقة حول يعني أنت هذا التدافع ما للجماهير ما يعني ماكو أمن هذا معنى نجاح للبطولة الناس حدها كلها رغبة تشوف المباراة في مباراة دوري أبطال وروحة لبركول ليش تخلط الأمور فقط آنهاي النقطة أما الرجل يتكلم يعتب ولازم نتحاول مسؤولية وباحترام وتقدير ونحترف أنه هذا خطأ كبير المسؤول من يجي يظلي صفا أنت جاي بدعوة أنت مجمهور جاي ماكو مكان تحشر نفسك أنت جاي بدعوة وتشوف كل الأخوة الباقين بأماكنهم مع ذاك أنت حتى لو جاي متأخر رئيس لجنة أولمبية يمثل السفارة شيء آخر أنا طبعا حييهم الحقيقة لاتحاد الكويت الكرة القدم وحيي الإعلام القطري الكويت العفو الرياضي تحديدا ردوا عليهم اللي لا مو فقط ردوا يعني ما قبلوا طبعا كلهم لكن قبل حتى داخل الكويت عليهم ضغط كثير ضد هذه البطولة ببعض الأصوات يعني ضغط بعض الأصوات بعض الأصوات خرجت يعني بعد هم موقفهم حتى يعني الآن كل شعب الكويت حكومتين وشعبا مع البطولة مع البطولة أنا شفتها واضح جدا تحسب الاتحاد الكويت الحقيقي وتحسب أيضا للجماهير الكويتية بصراحة والجماهير والشعب اشتركوا في القناة